معي من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة عبر أقمار صناعية أهلا بك دكتور هشام ما يدعيه التنظيم حتى لو كان انطل على كثيرين ولو لفترة قليلة لن ينطل طبعا على أفراد التنظيم كيف يكون وقع هكذا إدعاءات عليه؟ حقيقة نعم التنظيم فقد قدرته على الغواية سواء كانت الغواية الداخلية بالنسبة لعناصره أو الغواية الخارجية بالنسبة من يريد أن يجذبهم إلى هذا التنظيم الإرهابي غوايتي كانت تدور على ستة أشياء الأولى إرهاب المجتمعات المخالفة له بعمليات قتل متوحشة بطرق مختلفة شاهدنا الكثير منها في السنين الماضية أيضا يظهر أن المناطق التي يسيطر عليها هي مناطق مستقرة اقتصاديا فتارى يظهر الاقتصاد وتارى يظهر الشوارع النظيفة وتارى يظهر بعض عمليات التنظيف أو الإعمار التي يحاول أن يشوش على الناس أنه مستقر في هذا الشيء أيضا هذا التنظيم فقد غوايته فيما يعرف بالهيئات الشرعية فهذه الحسبة التي يظهرهم أنه مجموعة يجمعون الزكاة ويوزعوها على الفقراء التي اكتشفت مؤخرا أن هذه الأموال هي دولة بينهم لا شأن لهم بمن يتعايش معهم تحت الإكرار أيضا حاول هذا التنظيم في غوايته أن يستخدم النصوص المقدسة بطريقة التأوين والتفسير المغلوط ولي عنق هذه النصوص باتجاه فكره المنحرف وأيضا يستخدم الأناشيد التي أصبحت مملة وغالبا هو سرق تلك الأناشيد الحماسية من أرث تنظيم القاعدة الإرهابي والسادسة هذا التنظيم فقد غوايته في مصداقية بياناته فهذه أعماق جرب عليها الكذب أكثر من مرة وكذلك مؤتى والناشر وحتى مؤسسة الفرقان والاعتصام والحياة بل حتى صحفهم مثل النبأ ورومية وقع فيها الكثير من الكذب والكثير من عدم مطابقة الحقيقة للواقع هناك اختلاف كثير بما يدعونه وبين ما يتم الوقوف عليه حقيقة في الواقع هذا الاختلاف الذي أفراد داعش هم على دراية كاملة به كيف يكون وقع عليهم إضافة طبعا لكل ادعاءات وكل كذب كيف يكون الواقع هل هناك معلومات بأن هذا يؤثر سلبا حقيقة على الأرض يبدو جليا هذا الموضوع وكيف حقيقة نعم كثير من الأمثلة على الأرض وبالتالي أصبحهم يتتبعون المخالفين لهم خاصة التقارير التي تصدرها القوات الأمنية العراقية والقوات الأمنية الأخرى في أماكن أخرى تقاتلهم ثم بعد ذلك يحاولون أن يقاطعون المعلومات ليصلوا إلى قريب الحقيقة أو الحقيقة خاصة في الولايات التي الآن ينشر كثير من إصداراتها مثل ولاية ديالة ولاية كاركوك حينما ننظر إلى بياناتهم نجد فيها الكثير من الأخطاء أيضا لا توجد هناك سلطة مركزية يبدو أن المراسلين الذين هم أصبحوا هوات لأن معظم المحترفين من مراسلين أعماق إما أسروا وإما تم القضاء عليهم بدأوا حتى يخطأون في التوصيفات التي كانت تعتبر هي خطوط حمراء بالنسبة لهم والكثير من البيانات التي تكتب فيها الكثير من الأخطاء التحريرية طيب دكتور هشام رغم الإفلاس ما يوصف بالإفلاس اليوم الذي يعيشه التنظيم القوات العراقية اضطرت لإعادة نشر قواتها بمحافظات عديدة بالفترة الأخيرة ديالة وكاركوك والأنبار بسبب يعني إعادة قيام التنظيم بنشاطات معينة بغض النظر إلى أي درجة هي قوية وفعالة كما كانت في السابق يعني قطع طرق خطف مدنيين هل هذا يجعلنا نتراجع عن كلمة إفلاس وندوق نقوس الخطر أم لا؟ لا حقيقة لا يستطيح هذا التنظيم بل منذ آيار 2015 ولم يستطيع أن يمسك أرضا طويلة ولمدة طويلة حتى هذه القوة يتم القضاء عليها ما يحدث هناك فلول وشتات وخلايا نائمة لهذا التنظيم تقوم بعمليات انتقامية وهذه أشبه ما تكون أعراض بقايا المرض وليس أعراض بدايات المرض أظن عمليات الانتشار الواسع للقوات الأمنية العراقية تحتاج إلى جهد معلوماتي واستخباراتي وطائرات بدون طيار وأيضا إعادة الثقة بين المواطنين في المناطق المحررة والقوات الأمنية سوف ينتج هناك علاج جذري لبقايا هذا التنظيم التي هي في الغالب تقوم بعمليات غادرة بسيطرات وهمية أو تعرضات محدودة لا تستطيع أن تتوسع فيها متى ما تم التوسع بالتأكيد سوف تتدخل القوات الرد السريع والقوات الأمنية بشكل مباشر وتقضي على هذه التعرضات أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة